النهاردة عندنا استمرار للفعاليات طبعاً عندنا فعاليات رياضية وطرفيهية وثقافية وفنية عديدة في مهرجان العالمين الجديدة 20-24 وكل يوم بيبقى عندنا حدث مختلف النهاردة عندنا أرعة كأس العالم للأندية بالنسبة لكرة اليد واحدة من الألعاب واللعبات اللي بقت الفترة اللي فاتت بتستحوز على اهتمام كبير جداً جداً من الشعب المصري ومنقطاع كبير جداً من الجمهور المصري لأنه فرقنا المصري في كرة اليد حتى على فرقنا على مستوى الأندية أو حتى منتخبنا القومي المستوى اللي بيقدمه طول الوقت حتى في الومبيئات الأخيرة حتى لو ما حرفناش الحظة بس أنت خلاص أنت طول الوقت موجود وسطك الكبار يعني أنت واحد من أهم ست سبع فرق موجودين في العالم وده أنت مش عامله مثلاً تفرف سنة وبعين بتنزل وخلاص والموضوع ينتهي لأ أنت بقى لك كده مثلاً عشرة خمسشار سنة أنت من كبار اللعبة ودي بقت حاجة الدنيا كلها عرفاها فده بخلي وكمان الروح والأجواء اللي مبين لعيبة كرة اليد السوق على المستوى المنتخب الأوناندية بتحيس أنهم عندهم روح مختلفة تماماً يعني روح كده وتعاون وحب ودنيا كده وشكل من أشكال الروح الرضاية المختلفة عن أي لعبة تانية فده بخلي كل سنة عن سنة اللعبة دي بتاخد وتكسب قطاع أكبر من الجمهور المصري يعني ده النهاردة أروح تكسل عالم للأنديها تقام إن شاء الله الساعة 7 في مدينة العالمين الجديدة سوبر جلوب هنا موجود وزير الشاب والدكتور أشرف صبحي ممثلين من الاتحاد الدولي والاتحاد المصري لكرة اليد هتبقى البطولة دي بمشاركة 9 عنديا عندنا الأهلي والزامالك مشاركين عندنا برشلونا مكدي بورج الألماني عندنا فيس بريم المجري دولي على فكرة 2 من أهم الأندية أقوى الأندية الأوروبية عندنا كمان خليجي السعودي كاليفورني إيجلز من أمريكا وعندنا جامعة سيدني من أستراليا عندنا كمان بطل البرازيل هيبقوا 3 مجموعات كل مجموعة فيها 3 فرق بتسع فرق الإجمالي هتلع أول كل مجموعة وياخدوا أحسن تواني عشان يبقوا هم الأربع اللي بطلعوا النصف النهائي إلى نهاية اللقاءات إن شاء الله فدي واحدة من أهم الفعاليات اللي هتحصل هنا النهاردة في العالمين الجديدة عندنا بكرة كمان إن شاء الله حفلة الأسطورة الموسيقار عمر خيرت في ضيافة صاحبة السعادة العظيمة سعد يونس يوم الجمعة عندنا حفلة كايروكيل لكل الناس وكل الشاب مستنينها فكل يوم عندنا الجديد في مدينة العالمين الجديدة